اشتركوا في القناة غير الدرس ام جيت للدرس للدرس طالب العلم تعلقه بدرسه على قدر قيامه بآدابه ومن جملة ذلك انه جاء للمسجد لأجل الدرس فلا يتعلق بغير ولذلك فيما مضى بعض الدروس يحدث زجة فلا يلتفت من في المجلس لانهم لا صلة لهم بها واذا تعلقت نفوس المتعلمين بكل واردة وصادرة تشتتت قلوبهم ومن اللطائف ان شيخ شيوخنا عبدالله بن حميد رحمه الله وهو في المسجد تعرفون المساجد القديمة يعني سرحات واماك متسعة فبينما هو في الدرس الضحاء ادخلت عليهم بقرة وفي منطقة زراعية ادخلت عليهم بقرة وكان كفيفا شديد الذكاء فأحس أن الحاضرين انصرفوا إليه فقام وترك الدرس قام وترك الدرس تأذيبا لهم أنتم ما جيتوا عشان الدولون للبقر فأرى انما جيتم لتحضروا له هو فاذا انصرفتم عنه فاذهبوا إلى ما انصرفتم إليه وهذه الآداب يستصرها بعض الناس ويستعظمها وربما أزرى على الداعين إليها لأنه لم يذقها فهو لا يعرف معنى جمع القلب على الدرس هو يرى أن العلم شتات معلومات لا يرى أن العلم حياة قلب وزكاة نفس وطهارة روح وعبادة يتقرب بها إلى الله فإن هذه المعاني إذا جالت في قلب أحدنا أدرك ما ينبغي عليه في مجالس الدرس وأنه يقعد في هذا الدرس أمام عظيم وهو الله سبحانه وتعالى في تعلم دين عظيم وهو الله سبحانه وتعالى ليوم عظيم هو يوم القيامة ليس تتعلم العلم أنت أنت تتعلم العلم هذا دين الله وتتعلم أمامك يوم عظيم وقفوهم إنهم مسؤولون سيسألون وماذا كان الطريق إلى تحصيل الجواب السديد عن السؤال هو معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالمرء إذا أدرك هذه المعاني عرف قدر عبادة العلم وعرف ما ينبغي أن يكون عليه طلابه فحصل بذلك الخير الكثير لهم في الدنيا والآخرة فطالب العلم لا بد أن يحرص على هذه المعاني ولا يركن إلى من يخذل عنها أو يراها تشديدا لأن الداعي إليها لا يدعو لحق نفسه ويدعو لحق الله يدعو لحق الله يقرر بها توحيد الله وتعظيمه وإجلاله الله عز وجل قال وما قدر الله حق قدره وقال ما لكم لا ترجون لله وقال فكل سبيل يؤدي إلى توقير الله وإجلاله مأمور به ومن جملة ذلك ما تكون عليه حال العبد في عبادة العلم والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم فقال باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقل تَجسناNM beat موسيقى هلي ترجمة نانسي قنقر وما قدر واعمل كنت ترجمة نانسي قنقر أحسن نرا Scano